متابعي قناة انفوتك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة فيديو النهاردة مختلف شوية حبيت ان انا استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي عشان نطلع منه مادة علمية ممكن انها تفيد بشكل او باخر المهتم بمجال الذكاء الاصطناعي والمهتم بتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وعشان نعرف اكتر فحبيت ان انا اعمل هذا البودكاست المعلومات تم يعني الحصول عليها او المصادر من خلال شاة جي بي تي او ثري عملت بحث باستخدام شاة جي بي تي او ثري على المادة اللي استخدمت في عمل البودكاست وبعد كده استخدمت ايضا جين سبارك علشان اعمل البريزنتيشن اللي حتشوفوها النهاردة واستخدمت نوتبوك الام في اخراج البودكاست باللغة العربية كل ما سبق اتكلمنا عن استخدامه على القناة فبدعوكم النهاردة ان انتوا تسمعوا البودكاست ويريد تقولولي رأيكم في التعليقات ويريد نركز مع البودكاست نفسه والكلام اللي بيتقال جوه ويريد تشاركوني ايه رأيكم في الكلام اللي بيتقال هل فعلا انت متفق مع الكلام اللي بيتقال ولا لا اكيد رأيكم يهمني يلا بينا نسمع بودكاست النهاردة وهو عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف ومستقبل الوظائف يلا بينا أهلا بكم النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وبيهم ناس كتير تأثير الزكاء الإصطناعي على شغلنا وسوق العمل في العالم كله أيوة الموضوع ده فعلا شغل بالي لكل وإحنا عشان نتكلم فيه صح يعني اعتمدنا على مصادر قوية وتقارير مهمة بنتكلم عن المنتدى الاقتصادي العالمي مكينزي منظمة التعاون الاقتفادي والتنمية وكمان البنك الدولي تمام دي مصادر بتدي صورة شاملة لحد كبير هدفنا النهاردة أننا نفهم أكتر إيه اللي بيحصل دلوقتي وإيه المتوقع يحصل لحد سنة عشرين تلاتين وبعدها كمان مين اللي شغله في خطر ومين اللي ممكن يستفيد بالزبط وهل الوضع بيختلف من بلد للتاني أو من قطاع للتاني دي برضو نقطة مهمة والسؤال الكبير اللي بيطرح نفسه يعني الـ AI ده هيقضي على وظيفنا ولا هيخلق شغل جديد فيه كلام كتير مؤلئ بصراحة هو فيه قلق مشروع زي مثلا تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي بتقول أن ربع الوظيفة اللي موجودة دلوقتي ممكن تتغير خالص أو يعني يحصل فيها لخبطة كبيرة في الخمس سنين الجاية فعلا والأرقام اللي طلعت مؤخرا بتوضح ده تقرير المنتدى بتاع 2023 بيتكلم عن احتمال أننا نخسر 83 مليون وظيفة عالميا بحلول 2027 يا خبر 83 مليون أيوة رقم كبير بس في نفس الوقت التقرير بيقول أنه متوقع يظهر 69 مليون وظيفة جديدة يعني الفرق مش ضخم قوي كده هو الفرق الصافي حوالي 14 مليون وظيفة مفقودة وده في حد ذاته بيوضح حجم التحول الرهيب اللي داخلين عليه في سوق العمل علشان كده بقى منطقي أن دراسة لآي بي إم تقول أن حوالي 40% من العمالة في العالم هيحتاجوا يعني يطوروا مهاراتهم أو يتعلموا حاجات جديدة خالص في الثلاث سنين الجاية دول بس بالضغط ده بسبب الزكاء الاصطناعي والأتماتة طبعا طيب ده كلام يقلق بصراحة ما هو فيه نقطة مهمة هنا بقى رغم القلق ده أغلب المديرين التنفيذيين الكبار حوالي 87% حسب نفس الدراسة بتاعت آي بي إم شايفين أن الزكاء الاصطناعي دوره هيبقى مكمل للموظف أكتر ما هو بديل لي مكمل إزاي يعني؟ يعني الإنسان والآلة يشتغلوا سوا جنب بعض الـ AI يساعد الموظف يزود إنتاجيته يشيل من عليه المهام الروتينية الفكرة مش استبدال كامل في أغلب الحالات ده كلام يطمن شوية بس ده مش معناه إننا نريح الرسالة واضحة جدا اللي مش هيتعلم يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي دي ممكن يلاقي نفسه بيتأخر قوي زي ما آي بي أم قالتها صريحة الناس اللي بيستخدموا الـ AI هيحلوا محل الناس اللي مش بيستخدموه يعني المهارة نفسها هتبقى إزاي تستخدم الأداة دي؟ بالضبط مش الآلة هتاخد مكانك لأ اللي بيعرف يستخدم الآلة هو اللي ممكن ياخد مكانك تمام طب لو بصينا له قدام شوية بعد عشرين سبعة وعشرين يعني لعشرين تلاتين مثلا هنا التوقعات بتبدأ تختلف أكتر يعني؟ يعني مثلا المنتدى الاقتصادي العالمي عنده نظرة متفائلة شوية بيتوقع زيادة صفية ممكن توصل لـ 78 مليون وظيفة عالميا بحلول 2030 بسبب التكنولوجيا عموما 78 مليون زيادة؟ ده عكس الكلام الأولاني أو مش عكس قد ما هو نظرة أبعد وتأثير التكنولوجيا بشكل عام مش بس الـ AI الأولي بس في المقابل بقى فيه تحذير تاني جامد جاي من تحليل لجولدمان ساكس بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الدكاء الاصطناعي التوليدي الوحده اللي هو النوع اللي بيقدر يعمل محتوى جديد زي الكتابة والصور ده ممكن يأتمت مهام شغل تعادل حوالي 300 مليون وظيفة بدوام كامل في العالم 300 مليون؟ ده رقم مرعب رقم ضخم جدا طبعا وده بيورينا قدل إيه تقديرات ممكن تختلف وتقديرات ماكنزي كمان بتقول إن حوالي 375 مليون عامل ممكن يحتاجوا يغيروا مجال شغلهم ويتعلموا مهارات جديدة خالص بحلول 2030 تقريبا 15% من العمال العالمية أيو والتأثير ده مش واحد في كل حتة بيختلف جامد حسب المنطقة ومستوى التطور اللي فيها زي إيه مثلا؟ يعني في منطقتنا العربية وخصوصا في الخليج فيه استثمارات ضخمة جدا في الذكاء الاصطناعي تقرير بي دابيو سي بيتوقع مكاسب توصل لـ 320 مليار دولار للمنطقة بحلول 2030 من الإيه آي بس ده كويس طبعا كويس أكيد كفرصة نموه بس في نفس الوقت ده بيحط ضغط على الوظائف التقليدية اللي موجودة وبيخلي الحاجة لإعادة التأهيل وتطوير المهارات ضرورة قصوى خصوصا عشان نواجه تحديات بطالة الشباب اللي هي أصلا موجودة صح طب لو مسكنا الموضوع قطاع قطاع إيه أكتر أنواع الوظائف اللي شكلها كده مهددة؟ أبي والإداري والمالي اللي هو روتيني قوي كل دي حاجات الروبوتات والبرامج بتقدر تعملها دلوقتي أو قريب قوي مم مفهوم وفي المقابل إيه اللي مطلوب بقى؟ إيه الوظائف اللي بتزيد؟ لا فيه مجالات كتير جدا بتجبر ومتوقع تزيد قوي طبعا كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي نفسه متخصصين تعلم الآلة محللين البيانات الضخمة البيك ديتا ودول مطلوبين جدا دلوقتي أصلا جدا وكمان خبراء الأمن السيبراني مطورين البرامج والمتخصصين في الحاجات الجديدة زي الاستدامة والطاقة النظيفة وكمان بنسمع عن وظائف جديدة خالص بتظهر بالزبط خصوصا في قطاعات زي الرعاية الصحية والتعليم وظائف بتعتمد إنك تدميجي التكنولوجيا الجديدة دي مع المهارات للإنسان بس اللي بيعرف يعملها كويس زي إيه المهارات دي؟ زي التفكير النقدي الإبداع القدرة على التواصل مع الناس والتعاطف معهم حل المشاكل المعقدة دي حاجات لسه الإي آي بعيد عنها شوية يبقى الخلاصة كده إن الركاء الاصطناعي ده عامل زي سلاح ذو حدين قوة تغيير جبارة بتفرض علينا تحديات كبيرة أهمها إننا محتاجين نتعلم ونتطور طول الوقت أيو وفي نفس الوقت بتفتح فرص جديدة للنمو والزيادة الإنتاجية بشكل ممكن ما كناش نحلم بيه بالزبط كده والمستقبل في الآخر مش قرار تكنولوجي بحت لا هو بيتوقع على قدرتنا إحنا كأفراد وكشركات وكمجتمعات إننا نتأقلم ونتعلم يعني المرونة هي كلمة السر؟ المرونة والتعلم المستمر التاريخ بيقول لنا إن كل صورة صناعية أو تكنولوجية كبيرة مهما كانت صعبة ومقلقة في الأول في الآخر كانت بتخلق إنواع شغل جديدة خالص ما كناش نعرفها ولا نتخيلها فالدرس هنا إننا لازم نكون مستعدين للتغيير ده تماماً لازم نبني في نفسنا وفي أنظمتنا التعليمية القدرة على اكتساب المهارات الجديدة دي بسرعة ومرونة وده بيوصلنا لسؤال مهم أوي نختم بيه ونفكر فيه فعالم المهارات المطلوبة فيه بتتغير بسرعة الصاروخ دي إزاي نجهز نفسنا ونجهز أولابنا لوظائف ممكن تكون لسه أصلاً متخلقتش هل المهارة الأهمة هتبقى هي القدرة على التعلم نفسها؟ سؤال مهم جداً جداً للتفكير فيه يمكن دي أهم مهارة للمستقبل فعلاً ترجمة نانسي قنقر